الحشيش خلا روح لمباراة المصري مباشرة مباراة مهمة مباراة صعبة في ظل تواجد جهاز فني جديد ولكن غياب بعض اللاعبين عن النادي المصري وجود بعض اللاعبين الآخرين يعني الموضوع الحقيقة مش عارفة أقيمه هي مباراة والمباراة طبعا كاس ومباراة مهمة مباراة بطولة برضو فمش مباراة زي مباراة اللي هي التحصيل الحاصل اللي كانت في نهاية الدوري خلاص البطولة حسمت فممكن تلعب بأي تشكيل اللي بقى موجود لا انت بتبقى مركز برضو لأن النادي الأهلي في دماغه ان شاء الله بإذن الله يحصل على البطولة فبردو تركيز وعبء إضافي على الجهاز الفني وعبء على اللعيبة اللي هتبقى متواجدة طبعا واعتقد أن النادي الأهلي يلعب فول تيم في المباراة دي لأن مباراة طبعا مباراة الكاس عموما صعبة يعني ملهاش مقياز مباراة الدوري طبعا خروج المغلوب وبطولة بيسعى لها طبعا النادي الأهلي يكمل سلسلة البطولات اللي خدها مع فريق برضو له اسمه وله شعبيته كان لسه فيه تجربة المباراة اللي هي الأخيرة طبعا اللي هي آخر مباراة في الدوري اللي كانت المصري تعادل فدي مباراة كاس الدوافع مختلفة بالنسبة للفرقتين ماتش اللي فات ماتش خلاص نهاية الموسم وتحصيل حصل لازم يتلعب إنما المباراة دي لها أهداف والناس عايزة تكمل للدور اللي بعده والمصري خسران خلي بالك كاسر ربك والمصري خسران فعايز برضو صالح جمهوره وفي الأول وفي الآخر بلعب مع النادي الأهلي وزي بقولك مباراة الكؤوس ملهاش مقياس فلازم بقى فيه طبعا نوع من أنوع التركيز بالنسبة للعبت النادي الأهلي كملوا الموسم اللي هو المميز اللي عملوه بالمباراة دي واطلعوا طبعا للمباراة اللي بعد كده لما مش عارفين هتتلاعب إمتى طبعا بعد كده أو الدور اللي بعد كده هتلاعب إمتى حدش عارف فيبقوا خلصوا برضو من نهاية مشوار يعني وأعتقد المباراة هتبقى مباراة قوية طبعا موضوع تقديم المباراة في الوقت ده برضو حيزيد العب على اللعيبة سواء النادي الأهلي أو المصري لأنه برضو الساعة ستة دي بتبقى حار عارفش هلعبه كم ستة ولا سبعة لسه بغد دلوقتي أكيد هتلاعب ستة بقى لأن فيه احتمالات يبقى فيه وقت إضافي أو حاجة زي كده فممكن تتلاعب برضو على الساعة ستة بدر شوية فطبعا الجو أو الدنيا بتلاقي المغرب مثلا تمانية وتلت فانت بتتكلم على ستة دي عز الشمس برضو محتاجة توزيع ولا نتكلم يعني نستنى تكلم بقى في الفنيات بعد كده انت عايز تسأل في حاجة معينة لا براحتك آه يعني نقصد المباراة لها طبع خاص وزي بقولك من ناحية الفنية يعني من ناحية الفنية طبعا توقيت بدري حر مانا سألت حرية قلتلك انه يعني عدد كبير يعني جرندو مثلا كان من اللاعبين اللي بيعتمد عليهم النادي المصري تمام مش بقى البنك الاهلي اي اي هناك بعض اللاعبين الاخرين اللي راحوا اه النادي المصري اعتقد من حقهم انهم يلعبوا ولا لا اعتقد من حقهم هو المفروض انه يكمل الموسم لان الموسم ما انتهاش اللا يعني جرندو ممكن يبقى معهم ممكن التعاقد بيبقى موسم بانتهاء موسم كذا اللي اذا كان في العقد بقى حاجة تانية احنا معرفش بس انا شايف جرندو اعلن انه هو راح للبنك الاهلي خلاص اه معه اعلن انه رايح بس هل ممكن نلعب عقم هونت في مصر في حاجات كتير غريبة بتحصل يعني متعرفش ممكن يقولك لا اصلي في عقده اه كذا اصلي لا هي القصة مش بالعقد بالموسم انه اللاعب موسم مثلا اه اتنين وعشرين تتاتة وعشرين او تتاتة وعشرين او اربعة وعشرين فهو على حسب الظروف اللي ممكن تتفاجئ بيها ايا كان طبعا الظروف فهي طبعا مفيش نادي بيقف على اللعيب معين بس طبعا فيه لعيبة بتبقى مؤسرة وجرندو طبعا من اللعيبة المؤسرة طبعا في المصري زي وزي بعض اللعيبة الجلاسي كم واحد طبعا من اللعيبة الكويسين اه بقولك صعوبة المطش ده فيه هو الجو اللي هتلاقي فيه المباراة والرطوبة والحر بتحتاج بقى يعني كونسبت مختلف بالنسبة للاجهزة الفنية ازاي يوزع الجهد ازاي انت عارف المباراة الحرة كابتن اسلام لازم ايه الكور هي اللي تجري مش اللي تحرك اكتر مش اللعيبة يعني فده طبعا هيبقى من ضمن تفكير مستر كولر لان وارد ان يحصل يمتد المباراة تمتد لما ماتش كاس مش تسعين دقيقة لا ده ممكن تمتد فلازم بقى فيه توزيع للجهد لازم بقى فيه اللعيبة برضو المناسبة انا ما بيتش عارف دلوقتي بيني وبينك الناس ما بتلحقش تريح يعني انا بستغرب اللعيبة اللي بتاخد مثلا تلتة يام انت كل اللي بتعملكه انك مثلا بتروش شاطما على وش واحد بس عشان تفوقوا انها مفيش تراحب معنا راحة بس اعتقد بعد نهاية اليوم الخميس اعتقد هو ده اللي احنا متكلم عليه يبقى تاخد لها اسبوعين مثلا يعني ده حد قدنا زي ما تكون كلامك صحيح ان على الاقل من 15-25 يوم ثلاث اسابيع عشان اللعيب يبقى فرحة سلبية خالص